وتبقى واشنطن وطهران تمارس لعبة القط والفأر فالثانية تتمرد والأولى تشدد الخناق عليها حتى بعد أن فرضت واشنطن عقوبات مالية صارمة على ثمانية عشر بنكاً إيرانياً لا تزال في جعبة طهران الكثير من الأوراق التي تتمرد من خلالها على العقوبات وإن بحدودها الدنيا وأهم هذه الأوراق الديون الإيرانية لدى العراق والتي تقدر بحسب مصادر بأربعة مليارات دولار أميركي هي ثمن شراء الغازي والمشتقات النفطية الإيرانية واستيراد الطاقة الكهربائية وزير المالية السابق بيان جابر الزبيدي أشار إلى أن الزيارة التي قام بها مؤخراً محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إلى بغداد تأتي في محاولة لتحصيل تلك الديون أو جزء منها في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها إيران زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني تأتي للحصول على الأموال التي هي بذمة العراق للحصول على جور الكهرباء التي سمحت حتى أمريكا أنه للحكومة العراقية أن تبيع يجب على البنك المركزي وأنا كوزير مالية وحصلت نفس المشكلة يعني أن يساهم في حل هذه الديون وإلا تنقطع الكهرباء وصير عندنا مشكلة حقيقية في البصرة وفي الجنوب تحديداً يعني وحتى في بغداد خبراء يرون أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على البنوك الإيرانية التي تتولى تمويل التجارة الخارجية الإيرانية جعل طهران تبحث عن منفذ آخر لتجاوز هذه العقوبات من خلال المصارف العراقية هناك مصارف إيرانية وضعت عليها عقوبات 18 مصرف إيراني من أهم المصارف الإيرانية التي تتولى تمويل التجارة الإيرانية الخارجية وضعت في قائمة العقوبات فبالتأكيد إيران تبحث عن منفذ آخر لتجاوز هذه العقوبات هذه ممكن أن تكون عن طريق المصارف العراقية وما بين العقوبات التي تفريضها واشنطن على طهران وبين بحث الأخيرة عن مخارج تقيها تبعاتها يبقى العراق الفرصة الأولى والأخيرة لتفادي إيران تبعات العقوبات المفروضة عليها على حساب العراق ترجمة نانسي قنقر